موسيقى حزب الشعب والحرية تقاربان قبيل الانتخابات البرلمانية قبراء الاقتصاد يتوقعون تأثيرا إيجابيا بعد فيضان لمسا السفلة أحداث ديربي فيينا 577 بلاغا وإصابة 10 ضباط شرطة فيينا تطلق مركزا جديدا لدعم لمشام لأسر اللاجئين وتعزيز الانتماج بانكرايف آيزين يباع لمستثمر إمارتي بخصارة 300 مليون يورو ومدينة لينز تشهد تجربة أول حافلة ذاتية القيادة تستدعى عبر الهاتف مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكدت هيئة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد المقبل زيادة في التصويت بالبريد مقارنة بالانتخابات السابقة وذكرت الهيئة أنه يمكن للناخبين تقديم طلبات بطاقات التصويت حتى يوم الأربعاء المقبل حيث سيتم جمع الأصوات من صندوق البريد في اليوم السابق للانتخابات وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمواعد النهائية كما ستعلن النتيجة رسمية نهائية يوم الخميس بعد القادم بينما ستظهر مؤشرات أولية مساء يوم الانتخابات وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب الشعب الحاكم لأتعادل مع حزب الحرية فيما يحتل الحزب الاشتراكي المركز الثالث توقع خبراء الاقتصاد في النمسا أن يسهم الفيضان المدمر الذي ضرب ولاية النمسا السفلة مؤخراً في تحفيز صناعة البناء وتسريع تجديد أنظمة العزل والتدفئة البيئية وأشار هولغا بونين رئيس محد الدراسات المتقدمة إلى أن الفيضانات قد تؤثر سلباً بشكل طفيف على نمو الاقتصاد نظراً لأن ولاية النمسا السفلة تمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي للنمسا في المقابر رأى جابريل فليب ماير رئيس المحدة النمساوي للبحث الاقتصادية بيفو أن عملية إعادة الإعمار قد تزيد الناتج الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 1-10% إلى 2-10% مع تأثير إجمالي سلبي ضئيل في النهاية شهدت مباراة قرات القدم في إطار الدير بيفيينة التي أقيمت في هوتل تورف مشاهد عنيفة على مجرؤات المباراة التي شهدت فوز نادي رابد على غريمه أستوريا واعتلائه صدارة الترتيب وتبادل مشجع الفرقين الألعاب النارية وطورط في مشجرات داخل ملعب إيليانز مما أصفر عن إصابة 17 شخصاً و10 ضباط شرطة وأصفر عن 577 بلاغاً وقد طرح سؤال حول إمكانية منع الجماهير الزائرة من حضور المباريات المستقبلية وأكد مدرب رابد روبارت كلاوس على ضرورة معالجة الوضع مع وجود احتمالية لعقوبات رياضية ورغم الأحداث شهدت أستوريا عودة بعض اللاعبين بعد غيابات طويلة أعلنت مدينة فينة عن إنشاء مركز استشاري جديد يعرف بستارت فينهاب بعد التدفق الكبير للاجئين في إطار لمشام للأسر وسيقدم المركز خدمات تعليمية واستشارية مع تركيز خاص على النساء وقال كريستوف فيتاكير نائب العمدة إن الحاجة إلى هذا المركز أصبحت ملحة حيث يصل نحو 300 بلغ و600 إلى 700 طفل شهرياً و70 إلى 80% منهم يستقرون في العاصمة وسيوفر المركز دورات في اللغة الألمانية وخدمات دعم اجتماعي مع مراعاة رعاية الأطفال ويهدف إلى تحسين الاندماج ودعم الأسر الشابة في السنوات المقبلة أعلن بانكراف آيزن النمساوي عن خطط لبيع أعماله في روسيا البيضاء لمستثمر إماراتي مما سيؤدي إلى خسارة تقدر من نحو 300 مليون يورو ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه البنك ضغوطاً متزايدة لتقليص أنشطته في روسيا حيث تعهد بالخروج من البلاد بعد مطالب من جهات تنظيمية دولية ورغم مرور أكثر من عامين على الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعكس هذا القرار استعداد البنك لقطع العلاقات مع الدول تحت نفوذ موسكو ويمتلك البنك في روسيا البيضاء ودائعة تصل إلى 2 مليار يورو ويعمل به أكثر من 1600 مهضف بدأت مدينة لينز تشغيل حافلة صغيرة ذاتية القيادة تعمل بالكامل دون سائق حيث تستخدم الكاميرات والمستشعرات في تجربة تشغيلية بمنطقة الجنوب وتستوعب الحافلة الكهربائية حتى 6 ركاب وتنتقل بين محطة بيشتلينغ ومنطقة سولر سيتي مع توقف عند 7 محطات ويمكن استدعاء الحافلة عبر تطبيق مقصص بما يساهم في تقليل الرحالات الفارغة وعلى الرغم من وجود سائق لمراقبة الوضع لأن دوره يقتصر على تدخل في حالات الطوارئ فقط وتستمر التجربة حتى نهاية نوفمبر وتأتي في إطار قيود قانون المرور الذي يحضر تشغيل الحافلة دون سائق كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحمي تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثانة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة